ينزل هذا ثلاثاء الوزير الأول عبد المجيد تبون إلى قبة البرلمان لعرض مخطط عمل حكومته الجديدة مخطط سيكون ورقة تاريق لمرحلة صعبة قادمة تستوجب شد الحزام واستغلال كل الموارد لخلق فروة حكومة تبون خصصت حصة لاسد في مخططها لقطاع السياحة والصناعة التقليدية وعدة بتطويره باعتباره نشاطا اقتصاديا واجتماعيا من شأنه أن يشكل بديلا لتبعية المحروقات لكن حضور ملف السياحة بما يحمله من ثقل سيكون منقوصا في ظل شغور منصب وزير يسير القطاع بعد إقالة إلياس مسعود بن عقون ما يوحي ببداية عرجاء لمستقبل قطاع تعي الحكومة جيدا أهميته دون أن تعطي مؤشرات ملموسة لتطويره هو إذن أول لقاء لعبد المجيد تبون بنواب الشعب مرتديا قبعة الوزير الأول لقاء سيخصص لعرض مشروع الحكومة بملفاته الثقيلة في مختلف القطاعات أهمها السياحة التي ما زالت وزارة بلا وزير ما يرهن مستقبل قطاع أصبح يشرف عليه الوزراء بتنوب بين وزير الثقافة ميهوب سابقا ووزير الداخلية هذا الاثنين